عندما لا يرى المجرمون والقتل جهة تحاسبهم وتردعهم عن جرائمهم فإنهم يتمادون ويتفنون بإيجاد طرق جديدة فهم في هدوء وأمن من المحاسبة القانونية بينما أولياء الدن في حسرة وخوف لأنهم لا يجدون من ينتصر لهم وينصف دماء ذويهم هذه القاعدة ليست في شريعة الغاب فحسب بل باتت ظاهرة تميز البلدان التي لا قانون فيها وعلى رأسها عراق ما بعد العام 2003 عندما غاب القانون أو غيب وفسد العقد الاجتماعي وبات البقاء للأقوى على حساب المظلومين والمطهدين الإفلات من العقاب في العراق أصبح سياسة حكومية ممنهجة أعطت مهندسي الجريمة المنظمة ضوءا أخضر للقيام بعمليات القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري ولعل ذلك ما يفسر تحول العراق إلى أكبر مستودع في العالم للمغيبين قسريا في سجون الميليشيات السرية والعلنية عدم وجود قانون رادع للجريمة في العراق الجديد عائد إلى أن القائمين بهذه الجرائم هم صناع القرار في الدولة العراقية ولهم أذرع في الحكومة والبرلمان ويهيمنون على الجهاز الأمني فإلى أي طرف يشتك العراقيون إذا كان الجاني هو القاضي بدمعه وتنسحب تداعيا سياسة الإفلات من العقاب على عمليات القمع التي اشتدت ضد متظاهري ثورة تشرين وتسبب بسقوط آلاف الجرحى والشهداء منهم فوجدت الميليشيات على وجه الخصوص في غياب العدالة فصحة لها باستهداف الناشطين وما يعزز سياسة الإفلات من العقاب في العراق هو الصمت الدول الرسمي على هذه السياسة فإذا كانت البعثة الدولية في العراق تؤدي دورا سلبيا في هذا الإطار فكيف بالجهات الأخرى وعي الشعب العراقي بأسباب الجرائم المنظمة ودوافعها والمتسببين بها جعلهم يوقنون أن الخلاص لا يأتي من المنظومة الحاكمة الحالية المبنية أساسا على القمع المطلق لكل ما يعارضها ولذلك دشن الناشطون العراقيون هذه الحملة لإنهاء حلقة الإفلات من العقاب المستمرة منذ العام 2003 وقد حظيت هذه الحملة بدعم ومؤازرة القوى الوطنية والشعبية العراقية للضغط على المجتمع الدولي لوقف دعمه ومؤازرته وإسناده للميليشيات والأحزاب الطائفية الفاسدة ترجمة نانسي قنقر